أنا لازم أسأل فضل هل تعتقد أن الدول الأربعة التي تتحالف في موقف موحد تجاه قطر تحتاج إلى توصية وهي ذهبة إلى كام ديفيد هل تعتقد أن الفكر المصري ليس داخل كل هؤلاء وهم ذاهبون إلى كام ديفيد أنا هقول لك كلام بقى مؤكد خبر خبر من مصدر رفضت رفضت أبو زبي والرياض شكل واضح مساعي لتيلرسون لمحاولة تسويق أو تمرير موضوع الإخوان المسلمين مقابل اتفاقات ما بين الدول دي وأمريكا وقيل لتيلرسون لن نبيع مصر يعني كان الصفقة أنه مكنوا الإخوان المسلمين أو حاولوا أن أنتوا تلاقوا وجود تاني لمشروع الإخوان المسلمين مرر يعني من اليسيغة يعني آآ آآ يعني خلوها زي ما بيقولوا اللبنانية آآ آآ بدها تمرق تمرق بس لا يعني عدوها بس شوف كده إزاي وهنشوف مصالحنا معاكم لإعادة تأهيل الإخوان بأي شكل داخل المجتمعات العربية ولا داخل مصر مصر ما بين قطر ومصر بالدرجة الأولى هو الإخوان وقطر والإمارات لأننا تعرف طبعا كان فيه تنظيم إخواني موجود هو جماعة الإخوان طب يا سيد يعني نشوف صيغة جديدة نجيب لكم الإخوان لايت نجيبها لكم بشكل جديد نجيبها لكم ببتاع نقدر إن إحنا نكلمهم إحنا لنا دلال عليهم إحنا والأتراك والقطريين نقدر نبتاع ونلم الموضوع يعني الأستاذ عماد دين بيقول إنه عماد دين أديب بيقول إنه هناك واقعة حقيقية أن الأمريكان عرضوا على أبو ظبي دولة الإمارات وعرضوا على الرياض المملكة العربية السعودية ما كانش بشكل فجل لأنهما عارفين طبعا الرد طبعا فيهموا الإشارة وكان الرد على طول نحن موقفنا هو الثلاثتاشر نقطة اللي إحنا مقدمينهم صحيح والثلاثتاشر نقطة دول تيكت أور ليفت ما فيش أي ديسكاشن ما فيش مناقش تمام إذن كامب ديفيد أنت لست قلقا على حركة كاتب متابعة فقط بس صبت كده أنا هو كاتب متابعة ملف قطر صحيح كويس عندنا طبعا التحركات التركية في شرق البحر المتوسط طيب قبل ما أطلع بس على حدة التحركات التركية دي إن بارح حضرتك أكيد تبعت حوار بتاع الأمير محمد بن سلمان عليه العهد السعودي نعم يمكن يكون لك رأى غيري أنت متخصص أكثر وأكثرنا خبرة في موضوع الشأن الخليجي ده عفو أنا عايز أتكلم عن الشكل والمضمون في هذا الحوار أنت بتتكلم عن ولي عهد السعودية عنده 32 سنة ينتمي إلى جيل الأحفاد للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن هو منذ عهد الملك عبد العزيز حتى الآن هو ولي العهد الوحيد اللي تنطبق عليه ثلاث حاجات أنه ولي عهد بلا منازع في تراتبية السلطة في أي منصب من المناصب يعني ما فيش قوة سياسية بتوزن معاه يعني كان فيصل في سعود في فهد في عبد الله في سلطان في نايف لما كان في عهد فهد كان في خالد في كذا لما فهد بقى ملك كان في عبد الله في سعود في سلطان في نايف في عهد عبد الله كان في سلطان كان في سلمان دايما في قوة سياسية يحسب حسابها كان في توازن الحرس الوطني والجيش كان في توازن ما بين السديريز والشمري النن سديريز كان في توازن دايما بين قوة لا هذا هو اللاعب الوحيد الآن نمر اثنين أنه يحظى بتفويد كامل من والده ولا يقع أي إنسان وده أنا قلته قبل كده صحيح أنه الملك هو الملك لا تقع على كذا النقطة الثالثة بقى أنه غير حجم المناصب اللي موجودة عنده اللي ممكن أقولك أنهم حداشر يعني والسطر اللي حقولولك ده في رأيه هو أهم سطر من وجهة نظر أن كل من جاء في ولاية العهد أو الحكم للسعودية كان استمرارا أو لاعب جديد لكن يطبق قواعد اللعبة القديمة أيها هو ده فعلا هذا الشاب أو هذا الأمير أو هذا ولي العهد هو أول لاعب يظهر على المسرح بمنهجة لا بقواعد مغيرا لقواعد اللعبة صحيح هو ده المتغير الرئيسي صحيح إذا أردت أن تفهم 101 ساودي أريبي عايز تفهم السعودية لجب أن تفهم أن ده مش جاي يلعب بقانون الفيفا كل اللعبة بيلعب بلاعب هو من وضع القائد لا 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 ده بيكلم ده قانون جديد من هنا دايما تلاقي القوى المتصارعة معاه بتسأل هل القانون ده اللي هو بيعمله سريع جدا على الجسم السعودي هل الجرعات دي سيتقبلها سيتقبلها المتحدة هي دي ده الديبيت اللي هي ماشية في السعودية ومدالة محل تجربة طبعا طبعا لأنه وأي واحد كده قاعد في مركز أبحاث أو بيكتب تقرير أو بتاع سفارة بيقولك هينجح أو مش هينجح أو لا لكن هو فيه عناصر تساعده صحيح من سلمان نزل الانتخابات دلوقتي هيكتسح دا لو فيه انتخابات في السعودية ومحمد من سلمان نزل فيها هيكتسح وكنا الوحدينا معدس سمعنا مثلا بينفقوا أو بيقولوا الطيار بتاع الشباب ده واقف وراء بشكل غير عادي كويس بس يجب دائما يجب دائما وأنت بتتعامل مع الحالة السعودية زي ما بتتعامل مع الحالة المصرية هناك قانون خاص بالفعل ورد الفعل لطبيعة هذا المجتمع صحيح لأن هذا المجتمع بالذات منذ عهد جهيمان حادث الحرم صحيح سمية تسعة وسبعين حتى الآن أو حتى الفترة يعني من سنتين ثلاثة المنظومة القيم والثقافة الوطنية والنظام التعليمي والعرف وعلى فكرة في السعودية العرف والتقاليم طبعا أقوى من القانون لا ده أحيانا عندها قداسة صحيح سمية تسعة يعني مثلا مثلا ما فيش حديث نبوي أو شيء في القرآن يمنع المرأة من قيادة لكن العرف كان له قداسة أقوى من هذا الموضوع فأنت تراهن الآن على سرعة هذه التغييرات التي تتطفق أنت معها تماما ومدى تقبل المجتمع السعودي عايزة أرجع للحديث أيوه كإعلامي البنت دي عجبتني جدا بالصرح أولا صبق ما بعد صبق يعني كل إعلامي بيشتغل في البرامج الحوارية يتمنى أن يحاور ولي العهد السعودي وبالشكل والمساحة اللي خدتها ده يعني كان يتحدث معها ارتجاليا ودخلها مكتبه وما كانش بالغطرة وكان بيحدثها بلغة إنجليزية ودخلها حضرة اجتماع السيدي بس عشان يعني نبقى منصفين هي طبعا صحفية ممتازة وقديرة وكل حاجة هذه الأمور ترتب يعني ده نمر واحد هذا جزء من الزيارة وهو تحرك فعلا إلى أمريكا هو بيشتغل معه شركات علاقات عامة ومددن هنا فندم هاقفة